سيادة اللواء احنا خرجنا من يمكن زي ما حضرتك ذكرت هزيمة في 67 تحديدا وكانت نفسية ومعنويات المصريين جميعا محطمة تمت الدولة في ذلك الوقت عادت تسليح الجيش مرة تانية عادت الثقة في قواتنا المسلحة مرة تانية وعدد من البطولات الكثيرة التي نفزت حتى ما قبل انتصار اكتوبر عاوزين نتكلم على هذه العمليات تحديدا النقطة المهمة ان المصريين ما انكسروش يعني بعد حرب اثناء على فكرة حرب 67 والطائرات اتدمرت وممرات اتدمرت في طيارين طلوا على جزء من الممر واشتبكوا مع طائرات العدو واسقاطوا طائرات عدد اه ممكن مش كبير جدا لكن هو الامكانيات اللي في ايده على الظروف اللي موجود فيها على جزء من الممر اللي ممكن يطلع عليه هو طلع نفذ مهام ودي عقيدة المقاتل المصري فالنقطة يعني بداية النصر كان ان انا منكسرتش لا مدنيين ولا عسكريين مرحلة الاعداد كانت اعداد مشترك ما بين القوات المسالحة وكل المصريين لان بنائل الدوشن في المطارات والقواعد الجوية وممرات جديدة عشان اطلع بعدد كوين من الطائرات ده كان بيقوم بيه شركات مدنية فلما يحصل ضرب على المطارات اثناء الاعداد او قواعد للصواريخ بالنسبة للدفاع الجوي كان بيستشهد مدنيين مع العسكريين كانت ملحمة جيش وشعبه مع بعض وبالتالي الشكل أثناء الاعداد وانا قلت قبل كده ان هو كان فيه حرب بالاستنزاف أثناء الاعداد ودي لازم برضو نلقي الضوء عليها صحيح بعد الاعداد الضخم ده اتحطت خطة الحقيقة المحترفة يعني ما زالت حتى الآن بتدرس ان انت ازاي تستخدم انكانيات أقل من العدو وهذه الانكانيات باستخدام هذه الخطة المحترفة والتدريب العالي جدا عليها ان انت تتحقق نصر بتتدرس في الاكدامات العسكرية الغربية انها الحالة المثالية لقوات مسلحة أقل في الانكانيات حققت أهداف على قوات مسلحة أعلى منها في الانكانيات اللي هي إسرائيل وعلى سبيل المثال كانت إسرائيل عندها طائرات الجيل الثالث خبراء الطائرات القتال بيصنفوا الطائرات لخمس أجيال رئيسية الجيل الاول هو بداية تركيب المحرك النفس في الطائرة والطائرة أقل من سرعة الصوت كان عندنا منها الميج 17 الجيل الثاني طائرة عدت سرعة الصوت وبتشيل سواريخ حرارية لها بتبحث عن العادم بتاع طائرة العدو وبتتوجه على العادم ودي زي الميج 21 كانت عندنا في 13 صوت الجيل الثالث بقى زي الفانتوم فيها رادار قوي جدا فيها سواريخ رادارية مدى كبير جدا إمكانيات تكنولوجيا مقرنة لماذا العصر عالية جدا فهم كان عندهم هذه الطائرات الفانتوم والسكايهوك فانت لما تبقى معاك طائرات الجيل الثاني اللي هو عنده رادار وشايفك وعنده تسليح يقدر يضربك من قبل ما تشوفه وأنا عندي الجيل الأول والجيل الثاني وحارب بيهم هم يعني دي في حد ذاتها تكنولي كمان من الاستنزاف تسقط الفانتوم والمعركة اللي حصلت بها يعني أنا عايزة أقول بعد الإعداد وبعد الخطة الشكل العام على سهل المثال للقوات الجوية كان عندنا طائرات الجيل الأول والتاني وهو عنده طائرات الجيل التالي ترجمة نانسي قنقر